شهدت مدينة تعز اندلاع معارك عنيفة بين الماليشة الحوثية وقوات الجيش للمرة الأولى منذ بدء الهدنة الأممية وذكر مصدر عسكري بمحور تعز أن الماليشة الحوثية استهدفت بعدد من قذائف الطيران المسير مواقع للجيش وقرى سكنية ومزارع للمواطنين في وادي الضباب ولم يسفر القصف عن إصابات وأشار المصدر إلى أن الماليشة الحوثية استهدفت أحياء سكنية في محيط جامع الخير وعقبة منيف في الجهة الشرقية ومناطق في الجبهة الغربية للمدينة في عملية تصعيد تستهدف مواقع للجيش الوطني والأحياء السكنية بشكل مستمر ترجمة نانسي قنقر